السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله معكم أستاذ أستاذ علم النفس والتربية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة عبد الملك السعدي بتطوان هذا اللقاء سنخصصه لنموذج ثاني من نماذج فلسفة التربية ويتعلق الأمر ب جون جاكروسو إنه نموذج حديث ينتمي إلى القرن الثامن عشر اتسم بالروح التورية التي عبر عنها في المجال الاجتماعي وفي المجال السياسي وكذلك في المجال الأدبي ثم في المجال التربوي فهو صاحب نظرية العقد الاجتماعي وكتاب العقد الاجتماعي وهو صاحب الاعترافات وصاحب الوز الجديدة وأيضاً صاحب إيميل أو في التربية هذا المؤلف الذي تضمن أفكاره التربوية الجريئة وكان بحق فيلسوفاً تربوياً حديثاً بل وحداتياً بالنسبة له التربية هي وسيلة أساسية لتغيير الفرد هنا إيميل هذا التلميذ المفترض هذا التلميذ الخيالي هذا التلميذ اليتيم لا لشيء إلا لأن رسو ينطلق من قاعدة أو مبدأ هي أن كل ما يخرج من يد الباري تعالى يكون بريئاً لكنه لما ينزل إلى البرية يفسده أي أن الطبيعة الإنسانية خيره تتمثل في الطفل لكن المجتمع هو الذي يعمل على إفسادها إذن الرجل كان تورياً في نظرياته وبطبيعة الحال كتابه إيميل أو في التربية المرجع الأساس والقوي الذي أتر في معلمي زمانه في فرنسا البلد الذي هجر إليه وفي سويسرا كذلك موطنه الأصلي وفي إيطاليا وفي غيرها من الدول الأخرى ولكن أتر حتى في اللاحقين عليه من أمثال كونت ومن أمثال هيغل ناهيك عن المعاصرين لنا أمثال إيميل دوخكيم الذي كتب عنه ومن أمثال فيليب ميريوه كذلك الذي يعني كتب عنه رسو بيداغوك سنحاول كما فعلنا في محاضرة سابقة أن نقتصر على بعض النتف والتي لا تعفينا مطلقاً من الرجوع إلى المؤلف الأصلي إيميل أو في التربية الذي جمع إضافة إلى الأفكار التربوية الجريئة أسلوباً أدبياً خلاباً من هذه الأقوال التي سنعود إليها قوله أسلكوا مسلكاً يعاكس المعتاد والمتعارف وتأكدوا من أنكم سلكتم الطريق الصحيح هذا القول سنستفيد منه تلك الصيحة التي وجهها رسو إلى المعلمين لما قال أيها المعلمون عليكم بمعرفة تلامدتكم فإنكم لا تعرفونهم حقاً المستفيد من هذا القول أن الطرق التي كانت تتبع من لدني المعلمين مع المتعلمين طرق خاطئة إنها تلك الطرق التي كانت تنظر إلى الطفل كراشد مصغر وبالتالي ينبغي أن ننشئه على طريقة الراشدين في حين أن الطفل يسمى طفلاً ليس لأنه يجهل الأشياء بل لأن لديه هذه الرغبة وهذا الشغف في تعلم الأشياء لذلك لابد من مساعدته على الاكتشاف لابد من مساعدته على أن يواجه الطبيعة وعلى أن يجابها الطبيعة عوض استعمال الكتب والمراجع وغيرها إن رسو كان ضد الكتب وكان مع الاكتشاف ثم قال إن التربية تشبه الزراعة لأن الزراعة تنمي النبات أما التربية فتهذب الإنسان يولد الإنسان طفلاً ويكون ضعيفاً ويحتاج إلى القوة والعقل والمعونة وكل هذا يأتيه من التربية إن دور التربية حاسم بل وخطير إن الإنسان لا يصبح إنساناً إلا بالتربية إنها تقويه وإنها تعمل على إكسابه ملكات وقدرات وقدرات العقل وكذلك التعامل مع الأشياء من هنا يحتاج إلى مرب يكون مصاحباً له مثل ما تحتاج الزراعة إلى الزارع الذي يهتم بها والذي يعمل على نمائها بالتنقية وكذلك بالسقي ويتعهدها إلى أن تصبح مثمرة وممتجة لغلاتها أيضاً قال غسو إن للتربية ثلاثة عوامل هي الطبيعة والأشياء والناس فنمو قوانا وأعضائنا نمواً داخلياً هذا هو تربية الطبيعة أما الوسائل التي يتعلمها الإنسان للاستفادة من القوة والأعضاء فهذه هي تربية الإنسان وما يكتسبه الإنسان من التجارب الذاتية من الأشياء المحيطة به هو تربية الأشياء إذن هذه العوامل تتداخل تتكامل من أجل تربية هذا الطفل حتى يصبح إنساناً كامل في إنسانيته لكن الأهمية القصوى إنما تعطى لتربية الأشياء لما؟ لأن الأقوال والكتب والمعارف كلها في نهاية المطاف ما هي إلا تحصيل لما مر به الآخرون إنها تقدم كنظريات كمعارف تمت في حين أن الطفل يحتاج إلى الاكتشاف يحتاج إلى تعرف الأشياء يحتاج إلى أن يكون معارفه بذاته وهذه لا تتم إلا من خلال علاقته بالأشياء بطبيعة الحال كما سلف وقلنا إن رسو افترض أن هذا المتعلم هو طفل يتيم هذا اليتم جاء من كون أن رسو يظن أن الآباء والأمهات يفسدون تربية أطفالهم أولاً نظراً لجهلهم وثانياً لارتباطهم بالأطفال ارتباطاً عاطفياً بالنسبة للجهل ينبغي هنا أن نعود إلى زمن رسو وإلى ما كان يلاحظه لدى البارزيات اللاء كنا يمتنعنا عن إرضاع أطفالهن من أجل الحفاظ على جمالهن لكن رسو كان شديداً في هذه المسألة وشدد على ضرورة إرضاع الطفل بل إنه يبدأ هذا الكتاب إيميل أوفي التربية بتوجيه الخطاب إلى الأمهات أنهن المسؤولات عن تربية الطفل على الأقل لمدة عامين بطبيعة الحال سنلاحظ أن في هذا القول شيء من التناقض ولكن سنعود إليه عندما سنقدم نقداً لجونجاكروسو إلا أن المستفاد منه هو الرجوع إلى الطبيعة والاهتمام بالطبيعة ذلك لأن المدنية تفسد وأن الطبيعة هي الأصل ننتقل على وجه السرعة إلى المراحل التي وضعها جونجاكروسو للطفل حتى يتعلم فيها وحتى يربى فيها وحتى ينشأ فيها المرحلة الأولى وتمتد من الولادة إلى السنتين يرى رسو أن هذه المرحلة هي مرحلة التربية الجسدية فيها ينعم الطفل بالغداء وينعم الطفل بالإرسباط بالأم وهنا يشير جونجاكروسو إلى أنه لا ينبغي أن يقمط الطفل ولا أن تعوق حركته لأن القماط نوع من القيد الذي يقيد حركة هذا الطفل وبالتالي فهو غير طبيعي بدليل أن الصغار القطط وصغار الجراء لا تقمطها الأمهات وإذن فنترك للطفل الحركة منذ أن يخرج إلى الوجود بالنسبة للمرحلة الثانية من السنتين إلى الثانية عشر هذه المرحلة يقول رسو أن على التربية أن تكون فيها سلبية بمعنى أن نترك الطفل يستفيد من سعادة الطفولة حركة وركدا وقفزا وضحكا أي أن علينا أن نترك الطفولة تنضج في الطفل وأن نبعد عنه أي كتاب وأي دروس وأن لا يتعلم أي لغة أخرى غير لغة أمه المرحلة الثالثة من الثانية عشر إلى الخامسة عشر وهي مرحلة تربية الفكر هذه المرحلة يقول رسو ينبغي أن يقرأ فيها الإيميل فقط كتابان الأول هو قصة غوبينسون كروزوين والكتاب الثاني هو كتاب تاريخ لبلوتاخك أما الجغرافية فيتعلمها بالمشاهدات والجوالات السياحية وزيارة المصانع والمعامل وهنا يمكنه أن يتعلم أيضا كذلك حرفة وكان رسو يفضل حرفة النجارة أما المرحلة الخامسة فهي التي تمتد من سن الخامسة عشر إلى سن العشرين هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة لذلك ينبغي أن يتعلم فيها إيميل الدروس الأخلاقية التي تعطله من لذن معلمه وكذلك الدروس الدينية التي استفادها من راهب صفوة والدروس الدينية هنا المقصود بها الدين الطبيعي المتحرر من أغلال الأوهام والخرافات بعد هذا تأتي مرحلة سن العشرين هنا يرى رسو أن على إيميل أن يتزوج بمرأة هذه المرأة تخيلها رسو واسمها صوفي ورأى أن طراز تربيتها يختلف كلياً عن تربية إيميل لأنها امرأة ووظيفتها الأولى هي الزوجية والأمومة وفضيلتها العليا هي الخضوع والطاعة للزوج ما بعد السن العشرين يرى رسو أن على إيميل أن يذهب إلى البلاد الأجنبية سائحاً متعرفاً الناس والبلدان ومتعلماً لغات أخرى غير لغة بلده ولكن الأهم فوق كل هذا وذاك أن يتعلم قيادة نفسه وأن لا يخضع للأهواء التي تنشط داخله ولهذا عليه أن يكون فاضلاً وعليه أن يكون مسيطراً على ميوله ومجاهداً لها حتى يحقق السعادة لنفسه إذ كما قال رسو لا سعادة بدون شجاعة ولا فضيلة بدون مجاهدة لو أردنا أن نقيم فلسفة رسو التربوية لقلنا أن رسو كان قد أحدث قطيعة بين الزمن الذي سبقه وبين الزمن الذي لاحقه إنه كان كوبرنيك التربية إنه قام بتورة ثربوية أساسية تجلت في مجموعة من النقط أهمها أهمها أنه كف على النظر إلى الطفل كراشد مصغر عليه أن يخضع لنفس ما يخضع له الراشد بل اعتبر الطفل كائناً في ذاته كائناً في نماء وأن علينا بالتالي أن نراعي مراحل نجه النماء وأن نخصص لكل مرحلة من مراحل النمو لديه مجموعة من التعلمات المرتبطة به كان ليرسو دور أساسي في نشأة علم نفس الطفل أولاً لأنه تحدث عن المراحل إنه أدخل فكرة المراحل العمورية المرتبطة بخصائص بيولوجيا والمرتبطة والمساوقة كذلك لأنواع التعلمات والاكتشافات التي ينبغي أن يقدم عليها هذا الطفل إضافة إلى هذا وذاك كان له دور جد أساسي في علم التربية إنه خرج من الكتب إلى الاكتشاف إنه مساهم قوي بل ومدش أساسي للتربية الوظيفية والتي سيتخذ منها المربون من أمثال ذكرولي ومونتسوري وغيرهم قواعد من أجل الذهاب بالتربية بعيداً لكن لا يمكن أن لا نقدم في آخر هذه الدخلة الدرسية نقداً لفلسفة رسو في المجال التربوي رسو كان يقول بأن الطفل الذي يخرج إلى الوجود يكون طيباً خيراً ولكنه عندما يصل إلى يد الإنسان أي إلى المجتمع يعتريه الفساد إنه افترض أن الطبيعة البشرية جد طيبة وأن المجتمع هو الذي يعمل على إفسادها لكن إذا كان رسو يطمح إلى تشكيل مجتمع جديد عبر وسيلة التربية فكيف يعقل أن تتم هذه التربية بنم رب واحد هو رسو وتلميذ واحد هو إيميل دون والدين ودون مجتمع فاحتولوا لو افترضنا أن هذا التلميذ يتيم وأنه يعود إلى ملجأ للأيتام لا شك أنه سيعيش مع أيتام ولا شك أن هؤلاء الأيتام سيكون هناك من يشرف عليهم بالتغذية والتنظيف والتوجيه قبل الذهاب إلى المدرسة وبعد الرجوع منها إذن فالمجتمع لا يمكن أن ينضتر كلياً ولا يمكن أن يعاد تشكيله انطلاقاً من فردين أي المربي والتلميذ وبعد ذلك يعني تأتي الزوجة وهذه الزوجة هي نفسها صوفي إفراز لمجتمع إفراز لأسرة وإفراز لتربية معينة النقد الثاني صحيح أن رسو دعا إلى التعلم الفاعل والنشاط الفعال والتعلم بالتجربة والتعلم بالاكتشاف ومجابهة الطبيعة هذه دعوة تورية في زمان رسو وبعد زمانه لكن أن ينادي بإلغاء الكتب والمقررات ويبقي فقط على كتابين قصة روبينسون كروزوي زائد كتاب التاريخ لبلوتارك يعني إعدام للترات الإنساني وللمعارف الإنسانية ولذ كل ما سبق أن قدمته الإنسانية في مجال الفلسفة وفي مجال العلوم وفي مجال الطب وفي مجال الرياضيات إلى آخره أي كما لو أردنا أن نبني حضارة ولكن انطلاقا من هذا الفرض الجديد ومن هذا الاكتشاف الجديد وبالتالي سنعمد إلى مسحب كل ما سبق من تاريخ البشري يعني في لحظة التنقذ الآخر أن رسل الذي كان ضد الكتب وكان ضد المقررات هو نفسه كان يساهم بمقالات في موسوعة فولتار وديدرو أي في الموسوعة الفرنسية فكيف يحق هذا؟ وأخيرا حرم الفتيات من التعليم وجعلهن في خدمة الأزواج صحيح أنه هنا هو إنما يعكس معطية عصره التي ربما لم يكن يسمح للفتيات بالتعلم بكيفية معممة فقد كانت بعض الفتيات من بنات الطبقات الأرستقراطية وهن اللائي يتعلم ولكن كيف يمكن أن ينشأ مجتمع جديد بدون تعليم المرأة وبدون تعلم المرأة وبدون الاكتشاف الذي يمكن أن تقوم به المرأة لا سيما أن النساء يقضين وقت جد طويل مع أبنائهن ويعملن على إنضاج الطفولة في أطفالهن والغريب أنه بدأ كتابه إيميل بهن وألقى عليهن مسؤوليات التربية لكن هذه النقود لا تعني في شيء أن هذا الكتاب قد تجوز بل بالعكس إنه لازل حيا ولازل مقيما بيننا ولازلك الكتب العظيمة والقوية دائما يستلهم منه كبار المربين ويلهم كبار البدغجيين والسلام عليكم